ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وجعلنا ثابتين على ملة الإسلام مستسلمين لك ومنقادين لأحكامك وجعل من ذريتنا أمة ثابتة على الإسلام منقادة لأحكامك مستسلمة لك بالتوحيد نجد أن تكرار ربنا من باب أدب دعاء الأنبياء مع الله عز وجل وفيه من الضراعة لله والخضوع لله والاحتياج الدائم لله عز وجل ربنا وجعلنا مسلمين لك أليس إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام مسلمين؟ بلى فلماذا الدعاء بشيء موجود؟ لأن الدعاء بشيء موجود هو دعاء بالثبات على هذا الأمر ودعاء بالزيادة من هذا الأمر يعني ثبتنا على الإسلام وزدنا استسلاما وخضوعا لك فإن هذا الإسلام لا يدوم للعبد إلا بتوفيق الله عز وجل وكم مرة رأينا إنسان ملتزم في بداية حياته ثم تحول للإلحاد والكفر وهلك على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها نسأل الله جميعا الثبات على الإسلام وحسن الخاتمة ربنا واجعلنا مسلمين لك وحدك خاضعين ومنقادين لكل أحكامك وشرائعك ملايين الناس مكتوب في البطاعة بتاعتهم في خانة الديانة مسلم لكن للأسف الشديد مش كله إسلام صحيح فيه المسلم لله وفيه المسلم لغير الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة فمن أراد النجاة فعليه بالجماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين والإسلام المقصود في الآية الكريمة هو الإسلام كمنهاج وطريق الحياة وليس الإسلام كشريعة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وكتابها السماوي هو الكرآن الكريم وكثيرا ما كان يدعو إبراهيم عليه السلام لذريته ومعنى إبراهيم الأب الحنون والأب الرحيم وهذا توجيه من الله عز وجل لنا بالدعاء للذرية فلندعو لذريتنا بالصلاح ومن منا من لا يرغب بعد موته في ولد صالح يدعو له واستجاب الله عز وجل لهذا الدعاء وجعل من ذرية سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام الأمة الإسلامية ومن ذريتنا أمة مسلمة لك فتتصل الأجيال في طاعة الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر